مرحبا اسمي جاني وأنا الطفلة الوحيدة لم يتمكن ولدي من إنجاب أي طفل بعدي أحبوني كثيرا ودائما ما كانوا قلقين علي ذات يوم عندما كنت في الصف الثاني اقتحم للصن مقنع منزلنا وبدأ بالصراخ علينا عنقتني أمي فورا من فضلك لا تؤذي ابنتنا أين المال أين هو أو لا أبعد هذا السلاح حسنا سنعطيك كل شيء لكن لا تؤذي ابنتي وبدأ أبي بمساعدة اللص في حزم أغراضنا بعد ذلك بينما كانت أمي تعانقني عزيزي لا تنسى الساعة الذهبية التي أعطاك إياها والدك قبل وفاته أو كنت أنساها تقريبا وكذلك قلادتك الألماس أين وضعتها أمي أبي لا يمكننا إعطاؤه كل شيء اتصروا بالشرطة فحسب لا لا اهدئي عزيزتي إنه لص وهو يعرف ما يفعله لا يمكننا التدخل علينا الحفاظ على سلامتك نعم اخرسي يا فتاة واذهبي لغرفتك وأحضري شيئا ثمينا نعم يا عزيزتي سمعت عمك اللص اذهبي الآن بالطبع انتظرني من فضلك ذهبت إلى غرفتي وأخرجت هاتفي واتصلت برقم 911 جاءت الشرطة بعد دقائق وأخذت السارق الذي كان يتناول العشاء مع والدي نعم حسنا رحب والدي لقد كان يحبانني بجنون استمرت الحياة على هذا النحو حتى عيد ميلادي الخامس عشر هذا عندما أعطوني أخطر هدية على هذا الكوكب شيئا غير حياتي إلى الأبد لكن قبل المتابعة الرجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك لأن قصة مصورة ستمنح ألف دولار لشخص واحد محظوظ يشترك بالقناة خلال السبعة أيام القادمة أخبر أصدقائك وأختك وأخيك وأمك بالاشتراك الآن عندما عدت من المدرسة إلى المنزل في ذلك اليوم فوجئت برؤية زوج غريب من الأحذية خارج الباب كانت أحذية رياضية قديمة قدرة وبها ثقوب في الجانب دخلت وقلت أمي لمن هذه؟ من هذا؟ كانت أمي وأبي يجلسان على طاولة المطبخ مع فتاة ذات شعر مجاعد جيني؟ هذه سوزي أختك الجديدة تبنيناها لأننا علمنا أنك تشعرين بالوحدة وأردنا أن نجعلك أكثر سعادة هي ماذا؟ أختك عيد ميلاد سعيد من أنت؟ ماذا يحدث هنا؟ عزيزتي كما قالت والدتك إنها أختك أنا متحمس لرؤيتك نتفعن كل الأشياء المجنونة التي تفعلها الأخوات تعالي لا تخجلي عانقيها أستطيع أن أرى أنك سعيدة سعيدة؟ كيف لهذا أن يسعدني؟ ألقى أبي يديه في يأس أطفال هذه الأيام عندما جلب أبي أوليفر شعرت بسعادة غامرة وكذلك هو بابا؟ كان أوليفر حربائك نظر إلي مرتبكا حسنا كنا قريبين جدا اعتدنا أن نتشارك فرشة الأسنان نفسها أنا إنسانة؟ هذا مختلف أوه تحدثي مع والدتك أنا لا أفهم كنأيتها الفتيات هذا يزداد تعقيدا لكن أمي لا تبدو كأنها ستقدم أي مساعدة كانت مشغولة في تجديل شعر الفتاة وإخبارها أن لديهم حفلة بيجامة ونوم لم أستطع أن أصدق أن والدي قد تبنيع طفلة دون إعلامي حتى كان لديهم أنا ما الحاجة لوجود طفلة أخرى ثم طلبت أمي مني أن أخذ أختي الجديدة إلى الطابق العلوي أدرت عيني وأخرجت الفتاة بدت حزينة نوعا ما مما جعلني أشعر بالذنب انظري بخصوص ما قلته هناك ليس الأمر كما لو أنني أكرهك أنا فقط لا أريد أخت أتمنى أن تفهمي أدارت عينيها الحزينتين الكبيرتين نحوي وظننت للحظة أنها ستبكي لكن بدلا من ذلك انفجرت في ضحك جنوني يا لحظي لا أريد أختا أيضا هذا جيد أخبري أمي وأبي أن يعيدونك أليس كذلك؟ يعيدونني؟ لماذا؟ ألست إنسانة مثلك وأستحق عائلة؟ شعرت بالذنب على الفور وكنت على وشك أن أعانقها عندما قالت نعم أستحق أكثر من عائلة أنا أستحق حياتك وسأخذها سقطت على سريري ونامت ماذا حدث للتو؟ على العشاء لم ينطق والدي بكلمة واحدة لقد تحدثوا إلى سوزي فقط وطرحوا عليها أسئلة حول مدرستها القديمة ومعلميها والكثير من الأشياء الأخرى المملة بدت سعيدة للغاية بكل الاهتمام الذي حصلت عليه مزعج جداً ثم قالت فجأة من الآن فصاعداً سأحتفل بعيد ميلادي اليوم لأنه اليوم الذي التقيتكم فيه أليس كذلك يا أختي؟ صدمت جداً حتى أنني أسقط طبق السباكتة لكن أمي وأبي بدأ بالتصفيق والبكاء وغناء عيد ميلاد سعيد كان هذا أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق بعد ذلك ساءت الأمور في الإفطار صباح اليوم التالي نزلت سوزي مرتدية سترة الجميلة مهلاً لا يمكنك أخذها أعطوها لصديقي العام الماضي ألا تعتقد أن عليك الاستئذان؟ كما أنه لا يمكنك ارتداء هذا القميص مع تلك الأحذية ذات الرائحة الكريهة أوه لديك صديق واحد تبدين من نوع الفتيات اللواتي يمكن أن يكون لهم ثلاثة أصدقاء ماذا يعني ذلك؟ اخلعيه فحسب قفزت أمي على الفور للدفاع عنها جيني تأدبي تبدو رائعة لديها مثل عيوننا أليس كذلك؟ أمي عيوننا خضراء وعيونها زرقاء فقط اذهبا إلى المدرسة أعطت نسوس ابتسامة شريرة قبل أن تنظر لأمي مع أكبر عيون جرو على هذا الكوكب لا بأس يا أمي سأبدل ملابسي بعد كل شيء أنا مجرد طفلة بالتبني ليست أختها الحقيقية مع ذلك استدارت وخرجت ماذا حدث للتو؟ لكن من الواضح أن سحرها كان يعمل لأن أمي بدأت في البكاء أوه جاني كيف استطعت لأختك عادت مرتدية قميصها القديم ثم أعطت أمي ورقة انظري يا أمي انظري إلى ما كنت أرسمه منذ وصولي إلى المنزل كانت رسمة لأمي وأبي وأنا مع سوزي وعلى القمة بأحرف كبيرة كتبت عائلة السعيدة أدرت عيناي ماذا كانت؟ طفلة لكن أمي بدأت بالبكاء وقالت هذا جميل يا عزيزتي أوه جاني لماذا لا تكوني ألطف مع أختك؟ لم أصدق هذا المنزل المجنون وخرجت منه اعتقدت أنها على الأقل ستتركني وحدي في المدرسة لكن كنت مخطئة على الغداء ذهبت للكافيتيريا ووجدتها تتناول الغداء مع جميع أصدقائي دفعت مقعدها جانبا وجلست بحثت عنكم في كل مكان يا رفاق لكن قبل أن يتمكنوا من قول أي شيء قفزت سوزي ممسكة أنفها ياع ما هذه الرائحة الكريهة؟ رائحة جوارب متسخة ثم نظرت إلي مباشرة وقالت كانت الرائحة جيدة حتى قالت جميع الفتيات على الفور إنهن لا يرتدين أي جوارب لم يكن أحد يرتدي سواي أمسكوا بصوانيهم وابتعدوا واحدة تلو الأخرى لم أصدق أنها فعلت ذلك بعد أن غادر الجميع وقفت سوزي على قدميها وقالت قولي وداعا لحياتك الاجتماعية يا أختي لا تنعتيني أختي أكرهك تركت مقعدي وذهبت إلى الصف بمجرد أن بدأت المعلمة الدرس فتح الباب ودخل أحدهم أوه لا ليس مرة أخرى كانت سوزي لقد أرادت بشدة أن تسيطر على حياتي لدرجة أنها اشتركت في جميع دروسي ابتسمت لي وهي جالسة ورائي ابتسمت خائفة من المشاكل التي قد تسببها هنا كانت معلمة اللغة الإنجليزية تكره الأطفال المتأخرين وبطبيعة الحال بمجرد دخول سوزي انتهى بها الأمر بدعوتها إلى القراءة بدت سوزي مذعورة أنا؟ لكنني جديدة أجل لكن لا استعمياء احمر وجهها وضحك الجميع عليها كنت أشعر بالسوء تجاهها يمكن أن تكون هذه المعلمة حقيرة جدا أسرعي ليس لدي وقت كاف يا أميرة بدأت سوزي ببطء تقرأ أه أه أس قالت إحدى الفتيات من الخلف بصوت عال إنها ليست عمياء مجرد غبية هل كانت سوزي تكافح حقا لقراءة كلمة أسود أم أنها كانت تعبث مع المعلمة فقط لكن لدهشتي كانت عيون سوزي مليئة بالدموع لم تستطع القراءة حقا نظرت نحوي وغضبت ثم ألقت كتابها وصرخت في وجه المعلمة ليس علي فعل أي شيء لضفضع قبيح كبير مثلك سأخرج من هنا وهربت من الفصل في ذلك المساء على العشاء سأل أبي وأمي سوزي عن يومها نظرت إلي فورا ربما خشيت أن أخبرهم أنها تعاني من عصر القراءة كان جيدا هل لا نتحدث عن شيء آخر لا يبدو أن أبي قد سمعها كيف كانت دروسك هل كونت صداقات جديدة قفزت سوزي من مقعدها فجأة وركضت إلى غرفتنا نادتها أمي لكنها لم تستمع كنت أعلم أنه كان علي أن أكون سعيدة لأنني اكتشفت نقطة ضعفها ولكني لم أستطع أن أنسى صورة سوزي والدموع الغزيرة في عينيها وهي تحاول القراءة شعرت بالأسى من أجلها لذلك توصلت إلى خطة هيا سوزي سأعلمك القراءة حدقت في وجهي انقبض فكها وقالت من طلب مساعدتك؟ هل تعتقدين أنني أريد أن أتعلم كيف أقرأ؟ أنا جميلة جدا يمكنني كسب المال من خلال كوني مؤثرة القبيحون مثلك هم من يحتاجون إلى القراءة وبهذا دفعتني من على السرير ونامت ظللت طوال الليل أفكر فيما يمكنني فعله لأجعلها تشعر بتحسن كنت أعلم أنها لم تكن جيدة معي لكن ربما إذا بدأت أعاملها بلطف فهل ستتحسن الأمور؟ في اليوم التالي خطرت لي فكرة رائعة رميت حذاءها الرياضي القديم المتسخ في سلة المهملات وأخرجت زوجا جديدا من أحدث موديل انتظرت أن تستيقظ وتراهم واثقة أنها ستكون ساعدة حقا لكنني كنت مخطئة جدا كانت تصرخ لا يمكنني إيجاده أين هو؟ حذاء الرياضي رميتهم انظري جلبت لك زوجا جديدا لكن لم تكن سوزي متحمسة انفجرت بالبكاء وقالت لماذا؟ لماذا فعلت ذلك بي؟ وبذلك أمسكت بحقيبتها وخرجت من المنزل بينما ناداها أبي وأمي ثم التفتت أمي إلي ولأول مرة في حياتي صرخت في وجهي كيف يمكن أن تكوني لائمة جدا لتؤذي الطفلة المسكينة هكذا؟ ظننت أنني ربيتك بشكل أفضل أنا؟ إنها ملكة الدراما لقد فعلت شيئا لطيفا لها وهي تتصرف على هذا النحو الحقي بها الآن وأعيديها ولماذا أفعل ذلك؟ لقد كانت فاضعة بنسبة إلي منذ أن وصلت إلى هنا نظرت أمي إلي بعيون حزينة وقالت لقد رميت الحذاء الذي أعطتها إياه أمها الحقيقية أوه لا لم أصدق ما فعلته ذهبت أركض كالفهدي إلى القمامة وبدأت أبحث فيها جيدا الحمد لله أن الأحذية كانت لا تزال موجودة قمت بتنظيفها بسرعة واستخدمت أجزاء من حذائي لإصلاح الدرر ثم شرعت في العثور على سوزي وجدتها في محطة القطار تعاني قصورة وتبكي نهضت لتغادر حالما رأتني لكنني هرعت إليها وقلت أنا آسفة يا سوزي لم أكن أعرف أنه من والدتكي ثم أريته الحذاء الذي أصلحته بدت مصدومة للحظة أصلحتهم لكي وأنا أعلم أنها ليست الأفضل ولكن تجدينها أكثر راحة واستمرارية أعلم أنك تكرهينني لكنني لم أقصد أبدا أن أؤذيك كنت خائفة فقط من أنك ستأخذين أمي وأبي مني أنا آسفة عودي إلى المنزل لو سمحت لم ترد لذا نهضت وبدأت أغادر كنت على وشك الخروج عندما سمعتها فجأة تصرخ ألم تساعديني في حقائبي؟ يا أختي استدرت لأراها تركض نحوي مرتدية الحذاء الذي أصلحته عندها علمت أن كل شيء سيكون على ما يرام بعد كل شيء